اشتركوا في القناة لدى المملكة العربية السعودية واعضاء السفارة البحرينية في الرياض وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ان نجدد شكرنا وتقديرنا لاخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الاسعود على ما تحظى به مملكة البحرين من دعم اخوي متواصل واهتمام بالق يجسد الحرص الكبير للقيادة السعودية على مساندة جهود مملكة البحرين نحو التطوير والرفعة والرخاء وبما يعكس بكل وضوح ثبات العلاقة الاخوية التاريخية الوثيقة بين بلدينا وشعبينا والتي تزداد نموا وقوة يوما بعد يوم على مختلف الاسعيدة وفي كافة المجالات وبهذه المناسبة التي تجمعنا على موقف واحد وبقلب رجل واحد نعرب عن رفضنا القاطع للحملات الممنهجة والافتراءات الاعلامية المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من اي جهة كانت مطالبين المسؤولين عنها بايقافها ومنع استمرارها حتى تتبين نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهدف كشف حقائق الامور مؤكدين بهذا الصدد ثقتنا التامة بنزاهة واستقلالية القضاء السعودي القدير والمعروف بعدالة احكامه المنطلقة من سياسات المملكة القائمة على ثوابت اعلاء الحق وحفظ المصالح ونشر الخير مجددين بذلك تضامننا ومساندتنا المطلقة للمملكة العربية السعودية البيت الكبير والجامع للعالم العربي والاسلامي بقيادة اخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الامين مؤكدين ان هذا التضامن هو صمام الامان الذي يثبت جدواه على مر التاريخ وهو خيار لا حياد عنه ووجب الالتزام به للمحافظة على مكانة الدين ووحدة الصف وسلامة اوطاننا المتطلعة والملتزمة باصول التعايش المشترك ونشر وترسيخ السلام بين شعوب العالم اجمع سئلين الله تعالى ان يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق وان يديم عليها نعمة الامن والامان والرفع والازدهار والله ولي التوفيق هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفد قد غادر ارض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق هذا اليوم متوجها الى المملكة العربية السعودية رافقت جلالة الملك المفد السلامة في الحل والترحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر